المسبحة مسبحة الصلاة الأورثوذوكسية صلاة يسوع القلبية تصنع المسبحة الأورثوذوكسية فقط من خيط صوفي ويكون هذا الخيط فقط أسود اللون ولقد استخدم الخيط الصوفي فيها ليذكرنا أننا جميعنا خراف وأن الرب يسوع المسيح هو الراعي الصالح ويرمز الصوف أيضا إلى الرب يسوع المسيح الحمل والحامل خطايا العالم الذي ذبح صلب من أجلنا ومن أجل خلاصنا أما لون المسبحة أسود لأن لون الأسود يرمز إلى خطايانا وأحزاننا تتكون المسبحة الأورثوذوكسية من 33 عقدة متلاسقة أو 50 أو 100 أو أكثر بشكل دائري منتهي بصليب الصليب الذي تنتهي به المسبحة الأورثوذوكسية هو رمز خلاصنا وسعادتنا بقيامة وحياة جديدة أما عن قصة المسبحة فتعود جذورها في كنيستنا إلى أحد الرهبان الذي أراد أن يحتسب عدد مرات صلاة الرب يسوع صلاة المسبحة لأتمام قانون الصلاة الخاص به فما كان منه إلا أن قام بعمل عقد بخيط ليحتسب عدد مرات تكراره لصلاة الرب يسوع صلاة المسبحة وما إن رأاه الشيطان حتى بدأ بفك تلك العقد ليجربه فحزن الراهب على هذه التجربة وإذا بملاك مرسل من الرب أخذ يعلمه بصنع عقد لا يقص الشيطان على فكها حيث تتشكل هذه العقد من تسع صلبان متتالية مكونة بذلك عقدة دائرية ومنذ ذلك الحين حافظت وحافظت الكنيسة المقدسة على شكل هذه المسبحة نرتدي دائما المسبحة ليس للتزيون وإنما لنتذكر دائما أن نردد صلاة يسوع وتكون حامية لنا ونردد على كل عقدة من المسبحة يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك الخاطئ تعود جذور هذه الصلاة إلى الكتاب المقدس فقد توارثناها من الرسل وذكرت هذه الصلاة في مثل الفرسي والعشار عندما قال ارحمني يا الله أنا الخاطئ وسمع الله صوت تضرع العشار وأيضا كل من البرس والأعمى حينما صرخوا ارحمني كيف نتلو المسبحة صلاة يسوع نمسك المسبحة باليد اليسرى ونرسم إشارة الصليب مرددين يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك الخاطئ بالسجود بمطانية كبيرة أو مطانية صغيرة وأيضا يمكن تلاوة المسبحة بشكل دائم في القلب مع كل نفس أيها الرب يسوع المسيح يبن الله الوحيد ارحمني أنا عبدك الخاطئ هذا الصلاة يمكن أن تقال بشكل مختصر يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك الخاطئ أو بشكل موسع بشفاعة والدة الإله وجميع القديسين أيها الرب يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك الخاطئ ويمكن أن نردد صلاة إلى والدة الإله أيها الفائق قدسها والدة الإله خلصين وإلى ملايكنا الحارس وبعض القديسين بذكر أسمائهم بشفاعة القديس جيورجيوس أيها الرب يسوع المسيح ارحمني أو إلى جميع القديسين بشفاعة جميع القديسين أيها الرب يسوع المسيح ارحمني ويمكن أن نصلي مسابح للراقدين يا رب يسوع المسيح ارحم الراقدين وأيضا للأيتام والأرامل والمرضى وغيرهم لقد سبق ونشرنا عبر صفحة أورثوذوكس عن المسبحة الأورثوذوكسية ضمن سلسلة أهمية صلاة المسبحة صلاة يسوع انتظرونا بمزيد من فيديوهات عن أهمية هذه الصلاة في حياتنا اليومية صلواتكم ترجمة نانسي قنقر